الطاقة الطاقة هي أحد خصائص المادة والماد هي كل شيء له كتلة وحجم معين ويشغل حيزاً من الفراغ الموجود فيه أشكال الطاقة يوجد للطاقة أشكال متنوعة والتي تندرج تحت فئتين رئيسيتين هما الطاقة الحركية والطاقة الكامنة الطاقة الحركية الطاقة الحركية هي الطاقة الناتجة عن حركة الأجسام التي تمتلك القدرة على الحركة عكسها الأجسام الساكنة التي لا تمتلك أي طاقة حركية وفيما يلي صور الطاقة الحركية أولاً الطاقة الإشعاعية والتي يمكن تعريفها من خلال مثالها الشهير طاقة الشمس حيث تنتقل الطاقة الشمسية إلى الأرض كطاقة إشعاعية في صورة الضوء ثانياً الطاقة الحرارية وهي الطاقة الناتجة عن حركة الظرات والجزيئات في المادة ثالثاً طاقة الحركة وهي الطاقة المختزنة في الأجسام المتحركة إذ يزداد تخزينها كلما زادت سرعة حركة الأجسام بينما تنبعث هذه الطاقة عند توقف الأجسام وتعد طاقة الرياح من الأمثلة على هذا الشكل من الطاقة رابعاً الطاقة الصوتية حيث ينتج الصوت بسبب تأثير قوة على مادة معينة مما يسبب اهتزاز هذه المادة وأجذر بالذكر أن مقدار الطاقة الناتجة عن الصوت يكون قليلاً عادةً مقارنةً مع أشكال الطاقة الأخرى رابعاً الطاقة الكهربائية يتم توصيل الطاقة الكهربائية عبر الأسلاك وذلك عن طريق حركة الإلكترونات التي تعد جسيمات صغيرة مشحونة ومن الأمثلة على هذه الطاقة البرق الذي يعد طاقة كهربائية طبيعية الطاقة الكامنة تعرف الطاقة الكامنة بأنها الطاقة الناتجة عن وجود الأجسام في نظام بترتيب معين إذ يؤثر كل جسم في النظام على الجسم الآخر بقوة محددة فمثلاً عند وجود كتاب على الأرض فإن هذا الكتاب يمتلك طاقة كامنة وذلك بسبب وجوده مع الأرض إذ يؤثر كل منهما على الآخر بقوة ولكن لو كان الكتاب موجوداً في الفراغ فإنه عندها لن يملك أي طاقة كامنة وذلك بسبب عدم وجود جسم آخر يؤثر عليه وللطاقة الكامنة عدة أشكال هيا لنتعرف عليها أولاً الطاقة الكيميائية وهي الطاقة المختزنة في روابط الجزيئات والذرات والتي من الممكن تحويلها إلى طاقة حرارية كاحتراق الخشب في الموقد ثانياً الطاقة الميكانيكية وهي الطاقة المختزنة في الأجسام نتيجة الضغط والشد ومن الأمثلة عليها الطاقة المتكونة في الزنبورك المضغوط ثالثاً الطاقة النووية وهي الطاقة المختزنة في نواة الذرة والتي تجمع مكونات النواة معاً إذ يؤدي دمج هذه المكونات أو فصلها عن بعضها البعض إلى انبعاث كميات كبيرة من المواد الإشعاعية طاقة وضع الجاذبية وهي الطاقة المختزنة والكامنة في الأجسام نتيجة التأثر بقوة الجاذبية إذ تزداد هذه الطاقة بزيادة وزن الجسم وارتفاعه عن الأرض ترجمة نانسي قنقر